بعد يوم من الاحتفال بالجمعة العظيمة نظمت مسيرة إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور الذي يمثل يوما للتدبر والانتظار قبل إحياء عيد الفصح ويوم سبت النور هو العيد الذي تظهر فيه شعلة على يدي بطريرك القدس من قلب البلدة القديمة لينير به العالم فتتحول مدينة القدس إلى نقطة الاهتمام وقبلة للأنظار تفاصيل هذه الشعلة لا تزال سرا حتى الآن وهي تتوارث من جيل إلى آخر أن السيد المسيح لم ينسى المؤمنين به أما في مصر فتقم الكنيسة الأرثودوكسية قدس عيد القيامة والذي سيرأسه الآن بابا خوميوس القائم مقام بطريرك الكرازة المرقصية بعد وفاة البابا شنود الثالث بابا الإسكندرية الذي جلس على كرسي الباباوية لمدة 41 عاما وفي روسيا بدأ المسيحيون الأرثودوكس في الاستعداد للاحتفال بأحد القيامة بالتوجه إلى الكنائس لمباركة حلوة الكوليتش التي تعد بهذه المناسبة وبالبيض الملون أنا أؤمن بالرب وأذهب إلى الكنيسة لذا أحاول اتباع التقوص والعادات الخاصة بالعيد قبل أحد القيامة يجب أن تبارك قطع الحلوة والبيض الملون لكل ذلك معاني رمزية وعادة ما يمثل البيض الأحمر دم السيد المسيح وبداية حياة جديدة وتعود تقاليد مباركة الأطعمة بهذه المناسبة في دول أوروبية كثيرة إلى القرن الثامن وهي تستهلك ضمن طعام أحد القيامة وقد استغلت شركة فرنسية المناسبة لتطوير قلب حلوة الكوليتش التقليدي بمواصفات فرنسية ويستحضر المسيحيون في هذه الأيام ما قدمه المسيح للإنسانية حينما سار على درب الآلام والخلاص والصلب والموت والدفن